أسبابت أن أعلن هذا الإعلان أمامكم كان خروجا قصيرا على الإعلام طويلا في مدلولاته وبالوقت نفسه أثبت نظرة الكثيرين للمشهد السياسي في العراق وخيب آمال آخرين ونعلن للجميع أنه تحالف حقيقي بين سائرون والفتح من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الوطنية وضمن الأطر الوطنية والكل مدعوون للفضاء الوطني بعيدا عن المحاصصة الوطنية وشكرا لكم للطائفية عفوا مقتدى الصدر من النجف يعلن تحالف قائمة سائرون مع كتلة الفتح بزعامة هادي العامري بصورة تعكس مدى حجم سيطرة إيران على العراق وقدرتها على إعادة تنظيم الصفوف أدواتها بعد حالة التشردم والشتات التي ضربتهم فآتت جهود قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ثمارها وأعادت الجميع إلى أماكنهم ومن الجانب الآخر للمشهد يشكل التحالف الجديد تراجعا معتادا من الصدر عن مواقفه السابقة وهو اليوم يصطف مع خصوم الأمس أو من كان يسميهم بالميليشيات الوقحة لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر نواة الحكومة القادمة زعيم ميليشيا بادر هاد العامري أكد أن تحالفهم مفتوح على الجميع لإنشاء كتلة عابرة للطائفية ليناقض الرجل نفسه بالزمان والمكان فجميع التحركات الآن هي للملمة التحالف الحاكم السابق الذي انشطر على نفسه للسير على طريق المحاصصة الطائفية المعتادة وبانتظار انضمام نور المالك للتحالف الجديد لتعزيز الوحدة الشيعية وإبعاد شبح الاقتتال الداخلي بحسب قول زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي وفي هذا المشهد المتوقع لدى الكثيرين يستعاد تساؤل من الماضي والحاضر إذا كان الحكم طوال الفترة الماضية بيد أحزاب ذات أذرع وميليشيات فكيف سيكون الحال إذا حكمت الميليشيات نفسها